أهلا بكم مشاهدينا في الفقرة النقاشية ونتحدث فيها حول غربة الزوج وتأثيرها على نفسية الزوجة والأولاد قضية الغربة لم تكن وليدة اللحظة فاليمني منذ القدم يعاني من ويلاتها وقد كتبت عنها الكثير من الأشعار للتخفيف من وجعها وقد كانت أشهر القصاء تلك التي تحدثت عن قصة مصعود هجر وفيها يقول الشاعر من كثرة المصروف وقلة الدين بكر مسافر فجر يوم الاثنين وقت الوداع سلم وقال مودع لا تحزني ششقي سنة وشرقع فراغ كبير يخلفه غياب أحد أفراد الأسرة فكل فرد فيها يكمل الآخر ومما كانت الأم قوية في غياب الأب تظل هناك فجوة لديها ولد الأبناء لابد أن تكتمل بوجوده وحتى إذا كان هناك وجود لذكور من جهة الأب أو من جهة الأم كيف يمكن التقليل أصلا من المخاطر السلبية التي تخلفها الغربة على كل من الزوجة والأبناء للمزيد تنظم إلينا ضيفتنا نسيبة العميسي أخصائية تربية خاصة أهلا وسهلا فيك سيدة نسيبة يسعد صباحك صحيح صباحكم كل وقاتكم يا رب أهلا فيك يعني لا يكد يخلو بيت يمني من تغرب أحد أفراد هذه الأسرة وبداية لو نعرف ما هي الغربة وما هي أيضا الأسباب الغربة هي انتقال الشخص من موطنه الأساسي ومكان إقامته إلى مكان آخر داخل أو خارج الدولة أو وطنه والغربة أسباب عدة منها أسباب اقتصادية كإنخفاض الداخل والفقر والبطالة وكذلك عوامل اجتماعية ثقافية كالدراسة أو طلب العلم وكذلك القذب الاقتصادي في الدول الأخرى يشعرون أن في الدول الأخرى توفر فرص عمل أكثر التقدم التكنولوجي والثقافي توفر الداخل كذلك الأوضاع الاقتصادية للدول الأخرى كذلك العوامل اجتماعية السياسية كالحرب والاضطهاد وغيره نعم طيب الحديث عن الآثار النفسية نتحدث أولا عن الزوجة كونها من تحمل الجزء الأكبر من هذه الآثار فلو تعرفين سيدة نوسيبة حول ما هي الآثار المترتبة على الزوجة من غربة الزوج يترتب على الزوجة أثار نفسية وقسمية واجتماعية وصحية كثيرة تعاني منها الزوجة وخاصة في الأوسط الاجتماعية المنغلقة وما نعيشه من وسط اجتماعي وذلك من خلال تراكم المسؤولية عليها في إدارة شؤون المنزل ورعاية الأبناء والاعتماد التام على نفسها في كل شؤون الحياة وذلك بالخروج إلى الأسواق لشراك المطلباتها ومطلبات الأبناء وما يطلبه الوضع الراهن لها والتعامل مع كافة فئات المجتمع سواء في الأسواق أو في المدارس أو في الوسط الاجتماعي الذي تعيشه وتحمل المسؤولية تربية أبناء وهذه التربية تكون عظيمة مع أبناء ومجتمع قد تضرر منه كثير فهي تضطر أن تقوم بدور الأم كعاطفة ومربية وتقوم بأب كمربي ومعيل لعائلة بأكمله فتحاول قدر المستطاع المرأة اليمنية أن تغطي الدور الذي يغيب عنه الزوج هل الغربة أيضا تسبب انفصال عاطفي ما بين الزوج والزوجة؟ فبالتالي حتى إذا عاد الزوج بعد الغربة يكون وجوده لا معنى له؟ قد تصبح هناك انفصال عاطفي مع المدى البعيد أو مع كثرة غياب الزوج ولكن بحسب نسبة مختلفة من رجل إلى رجل ومن مرأة إلى مرأة وكذلك مرونة وطبيعة المرأة والبيئة التي تعيشها وتقبلها لهذا الواقع والمواقف التي تواقهها أثناء الحياة هذه التي تعيشها بمفردها وتحمل مسؤولية وغياب الزوج لفترة طويلة قد يؤدي إلى انفصال عاطفي ما بينه وبين الزوجة أو ما بينه وبين الأبناء فيحصل فبوة كبيرة بينهم تؤدي إلى خلخلة تعيشه هذه الأسرة ما شكل العلاقة بعد غياب الأب لفترة طويلة ما بينه وبين الأبناء كيف أيضا يحافظ الأب على علاقة جيدة بينه وبين الأبناء وهو في بلد الاغتراب تسبب الغربة هذه للأبناء مشكلات وصعوبات منها التأثر على الصحة النفسية والقسمية والعقلية مباشرة فتضعف مناعة الأبناء وتجعلهم يعانون من التعب الشديد والإرهاق ومناعة الأبناء تكون ضعيفة سواء ضد المواقف أو ضد الأمراض فبعض الأبناء يشعرون بإرهاق وخمول هو قد يكون سببه الضغوط العقلية التي تحصل لهم أو الضغوط الاجتماعية من حولهم كذلك يحصل عندهم بعض الاكتئابات وبعض الأمراض النفسية كتوهم المرض لقذب الانتباه والشعور بالخمول وبطء الشفاء من أكثر الأمراض الذين يعانون منها وكذلك الشعور بالنقص والدونية يعني مثلا الأبناء الذين يكونوا في مدارس ويطلبوا حضور آباءهم إلى مجلس الآباء الأبناء يشعر بالدونية إذا زملاء كامل حضر آباءهم أبوه غايب فيشعر بالدونية يشعر بالنقص الأم مش قادر تغطي هذا لأنه في حاجة اسمه مجلس آباء مش مجلس أمهاته فقط والأفكار السلبية التي تسيطر على عقلية الأبناء أحيانا في أبناء من شدة الشعور بالنقص يقول أنا أبي ما يحب ناش أبي لو يحب ناشق هنا البلد يعيش معنا ويفعل المجهود اللي يقدره كذلك الحسرة والندم بعض الأبناء يتحسروا أبي سافروا طرحنا أبي مدري إيش والتمرد عن القيمة الأخلاقية الاجتماعية الحميدة تقدي بعض الأبناء يتمردون الأم مش قادر تسيطر على الوضع فيتمرد عن المدرسة يتمرد عن الأم ما فيش من يمسكوا ويضبطوا خاصة الذكور يفقدوا الأبناء بشكل عام الذكور أو الإناث القوة العائلة بغياب الأب وخاصة في المناسبات والأعياد سواء الاجتماعية أو الوطنية أو الدينية فيفقدوا هويتهم وخاصة عند طول فترة غياب الأب في فئة فترة غيابهم تكون من سنة إلى سنتين يعني فترة طويلة يعني ما فيش أي عيد من الأعياد الذي يحضره مع أبنائهم فيتحول دور الأب من القدوة ومصدر الحنان والقوة والمرشد والناصح والصديق والسند في الشدائد والحاضر في اللحظات المهمة والفارقة نعم سيدة المتحدة إلى دور نعم لكن يعني هو تغرب لأجل توفير لقمة كريمة وحياة كريمة لأبنائه وبتأكيد هو يحب أبنائه ولكن كيف يمكن أن يوفق ما بين الغربة وما بين علاقة جيدة مع الأبناء حتى لا يشعروا بهذه الأحاسيس أن والدهم تركهم مثلا هنا يكمن دور الأب من خلال التواصل إشعار ابنائه بأنه معهم سواء بالمواقف الحياة العامة وذلك بالتواصل المباشر أو تقليل مدة الغربة كلما زادت الغربة كلما قال الأبن يعني الأفكار السلبيلة تسيطر عليه لو كان أبي يحب أنه كان يحضر هذا العيد كان يحضر في هذه المناسبة يعني في خلال يحصل من قبل الرجل نفسه نعم هو يعاني في غربته لكن الأبناء ما يشعروا بهذا الشيء لأنه ما يوصل لهمش نعم ما فيش تواصل مباشر ويحي بين الأب والأبناء إذن يعني بالتالي عليه التواصل بشكل كبير مع الأبناء وإشعارهم بأنه موجود معهم نعم نعم طيب ما دور الزوجة أيضا في الحفاظ على تزان العلاقة ما بين الأب والأبناء في الغربة أو يعني في فترة غربة الزوج للأم دور كبير جدا لكي لا يصبح الأب مصدر مال فقط هي تشعرهم بأنه معهم هو أساسا اغترب عشان يوفر لهم كل مطلبات الحياة وما ينقص عنهم حاجة دورة كذلك في اتزان العلاقات بين الأب والأبناء يكمن في إرشاد الأبناء للتعامل الحسن مع الأب نعم بشكل مباشر أو بصورة غير مباشرة في تحسن صورته وذكر فضائله ومواقفه الحسنة معهم وكذلك ناقل للأب صورة واقعية أو نفسية عن أبنائه نعم لكي يحسن التصرف معهم وإرشادهم وهو هناك في الغربة يعني نعم أنا ضو هذه الصورة نعم تفذلي أنا ضو هذه الصورة الأب يقوم بإرشاد الأبناء وتوقيههم والدخول في جميع شؤون حياتهم نعم سيدة نسيبة يعني كان الله في عون كل المغتربين والذين لم يغادروا الوطن ويتركوا أسرهم إلى لتوفير حياة كريمة لهذه الأسر وشكرا لك ضيفتنا نسيبة العميسي أخصائية تربية خاصة على توجدك معنا لهذا الصباح صباح وكم حلو سهلا شكرا